اهلا بكم مع اخبار الرياضة غادرنا مساء غدا بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الى دبي للدخول في المعسكر التدريبي استعدادا لبطولة غربي اسيا والتي ستقام في 25 من الشهر الجاري في الدوحة وكان المدير الفني للمنتخب الوطني حسان حسن اعلن التشكيل التي ستسافر مع المنتخب الى المعسكر ويغيب عن التشكيل كافة المحترفين في الخارج باستثناء لاعب سعيد مرجان الذي سمح له فريق كادمة الكويت بالالتحاق بالمنتخب وتشمل التشكيل العديد من العناصر الشابة لإتاحة الفرصة لهم لإظهار انفسهم في البطولة امثال مهدي علامة وخلدون الخوالدة ورجائي عياد من جهة ثانية اعلن اسلام ذيابات المدير الفني لمنتخب الوطني تحت 22 عاما عن القائمة التي ستشارك في المعسكر التدريبي في البحرين للاستعداد للظهر الاول في نهاية كأس آسيا التي ستقام في العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل ومن ابرز الاسماء في تشكيل احمد سمير عبداللعطار محمود زعتر بلالقويدر وحمز الدردور وسيغادر المنتخب الوطني للعاصمة البحرينية ومن الجمعة القادم حيث من المقرأة يلاقي نظيره البحريني مرتين وسيقابل احد فرق المقدمة هناك في البحرين اكد مدير سباق السرعة والجولة الاخيرة من بطولة الاردن ايهاب الباتع اقامة السباق يوم الجمعة المقبل حيث كان من المقرر اقامة الاسبوع الماضي لكنه تأجل بسبب العاصفة الثلجية وامن المنتظر ان يصل المتسابقون من فلسطين العمان اليوم للمشاركة في السباق وعددهم ثمانية اضافة لخمسة عشر متسابقة من العقبة الجدير بذكر انه تم تسجيل ستين متسابق من عمان ليصل عدد المتسابقين الى ثلاثة وسبعين متسابقا وسيتنافسون على قب سباق العقبة بعيدا عن حساب التأنيقات البطولة وسيشهد سباق استعراض لمهارات نجوم دريفت في الاردن خلال الجولة في العقبة سحبة اليوم في مدينة ليو السويسرية قرعة دوري الستة عشر من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم وشهدت القرعة موجهات قوية في عدة لقاءات حيث يواجه حامل اللقاب بايرن مينيخ الالمانية أرسينال الانجليزي وبرشلون الاسباني سيواجه منشستر سيتيال انجليزية في موضعات ريال مدريد الاسباني في مواجهة شالكا الالماني وميلاني الايطالية ماما أتلاتيكو مدريد الاسباني أما تشيلسي فسيواجه قلتاس راية التركي ومنشستر يونايتد مع أولومبياكوس اليوناني فيما سيواجه باريسان جيرمن الفرنسي بايرن ليفر كوزن الالماني ودورتمونت الالماني وصيف البطولة الماضية سيواجه زينت الروسي اشتركوا في القناة